أصبت الآخرة بأنها هي الحيوان كما جاء في القرآن الكريم ما معنى ذلك الحيوان له الحياة الكاملة فالآخرة هو الحياة الكاملة التي لا نرس فيها ولا سماء فيها وبثلاف الدنيا فإن الحياة يعطيها منه ويعطيها الأمراض والأسقال وأن الآخرة فإنها لا يعطيها منه ولا سماء فالمؤمنين سماعين بائن لا يكيبه أي حد ولا يقطعه نيصر ولا سماء وكافرين في النار والعياب بالله يخلدون فيها ناس بذلك الله خير